أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريطا عبر تقنية الفيديو مباحثة مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى السيدة سيلفي بايبو تيمون بالمناسبة نوه الوزيران بالطبع المتميز لعلاقات التضامن بين المغرب وإفريقيا الوسطى والتي تستمد أسسها من مشاعر التقدير والاحترام المتبادل التي تربط صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشقيقه الرئيس فوستين أرشانك تواديرا وفي هذا الصدد جددت السيدة بايبو تيمون دعمها لمغربية الصحراء وللجهود الرامية لإيجاد حل دائم لهذا النزاع وفي هذا الصياق كذلك اتفق الطرفان على العمل سويا من أجل احترام المعايير والإجراءات المتعلقة بهذه القضية داخل هيئة الاتحاد الإفريقي مع إعادة التأكيد على أهمية القرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2018 والذي كرس حصرية الأمم المتحدة باعتبارها إطارا لإيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية